السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة للحديث عن آخر المستجدات حول فيروس كوفيد-19 الإخوة والأخوات شهدنا خلال الفترة الأخيرة انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بالفيروس ولله الحمد وهذا يعود إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الجهات وفي مقدمتها القطاع الصحي وحققت الدولة الكثير من المنجزات حيث أن الحفاظ على هذه المكتسبات مرهون بمدى تفاعل الجمهور والتزامه للوصول للتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة كما عملت دولة الإمارات هو منذ بداية الأزمة وفق استراتيجية استباقية تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المجتمع حيث يتم وبصورة دائمة ومن خلال كافة الجهات المعنية الوطنية تقييم الوضع وتطوير كافة الخطط وتعزيز القطاعات الحيوية إضافة إلى القطاع الصحي بكافة الإمكانيات والقدرات التي تدعم الجهود الوطنية لاحتواء الجائحة السيدات والسادة بتوجيهات من القيادة الرشيدة فقد تم تقديم الدعم اللازم لتطوير الأبحاث العلمية والتي تعد من أهم أدوات السيطرة ومكافحة الفيروس بالإضافة إلى المشاركة في البحوث السريرية لاكتشاف والتطوير التطعيمات والأدوية العلاجية والداعمة بهدف تقليل مخاطر ومضاعفات المرض وتوفيرها لأفراد المجتمع ولضمان سرعة التدخل الوقائي والعلاجي والمحافظة على صحة أفراد المجتمع من أولويات الابتكار والبحث والتطور الطبي التركيز على ثلاث مراحل مهمة جدا وهي السلامة والفعالية والجودة باتباع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة وحسب اللوائح المتبعة الإخوة والأخوات تعد منهجية توسيع نطاق الفحوصات أحد أهم العوامل الداعمة للكشف والتدخل والسيطرة واحتواء الفيروس وبالتالي توفير بيئة وقائية وحماية المجتمع وتحرص الجهات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير الخدمة للأفراد وسهولة الوصول لها تستمر الدولة في اتباع سياسة توسيع نطاق الفحوصات المخبرية البي سي آر في ظل تطبيق أفضل منهجية للكشف المبكر عن الحالات وسرعة الاستجابة والتعامل مع المصابين والمخالطين بمهنية عالية ووفق أحدث الطرق العالمية كما نؤكد على فاعلية هذه الفحوص في الكشف عن الإصابة بالفيروس بما في ذلك المتحور أوميكرون السيدات والسادة يواصل القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم حيث ولله الحمد وصلت نسبة الحاصلين على الجرع الأولى من إجمال السكان إلى 100% في حين أن نسبة متلقي جرعتين لقاح كانت 90.82% من إجمال السكان وتصدرت الإمارات دول العالم في التعامل مع الجائحة بنهاية نوفمبر الماضي وذلك وفقاً لنتائج مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد-19 الصادر عن وكالة بلومبرغ العالمية يرصد المؤشر مستويات المرونة في التعامل مع الجائحة والقدرة على احتوائها في مختلف دول العالم بلغ رصيد الإمارات 73.2% درجة في نهاية نوفمبر الماضي وذلك استناداً إلى 12 معيار تستخدمه بلومبرغ مما منح الدولة الصدارة عالمياً خلال شهر نوفمبر وأفادت بلومبرغ في تقريرها بأن نسبة جرعات اللقاحات إلى إجمال عدد السكان في الدولة بلغ 203.1% حتى نهاية نوفمبر كما وصفت أداء الإمارات على المؤشر بأنه الأكثر اتساقاً منذ انطلاق المؤشر منذ عام وأضاف التقرير أن الإمارات واحدة من ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم لم تتأخر في ترتيبها قط على المؤشر منذ انطلاقه وأكد التقرير على أن عدد حالات الإصابة اليومي في الإمارات قد انخفض إلى أقل من مئة حالة منذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى الآن فيما ندرت الوفيات خلال هذه الفترة الإخوة والأخوات وفق الدراسات العلمية ما زالت لقاحات كوفيد-19 فاعلة وأثرها على المطعمين واضح وبناء على حرص القطاع الصحي في الدولة على اتباع أفضل السبل لوقاية المجتمع كان من الضروري الأخذ بأهمية الجرعات المعززة الداعمة لضمان السيطرة على الجائحة والحماية من المتحورات ولذلك نوصي الأفراد المؤهلين بأهمية هذه الجرعات الداعمة لحمايتهم ولدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجائحة والمتحورات وتحقيق الأمن الصحي للمجتمع كما نهيب بأفراد المجتمع الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن المسارعة إلى أخذ اللقاح لحماية أنفسهم ومن يحيط بهم هذا كما نؤكد بأن عملية تطوير اللقاحات والأدوية مستمرة وتغيرها مستمر بهدف الوصول إلى اللقاحات المناسبة لمواجهة التحورات الجينية التي تطرأ على الفيروس السيدات والسعدة في الختام نهيب بأفراد المجتمع بضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كوفيد-19 من خلال الالتزام بلبس الكمام وأيضاً الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم فصحة مجتمعنا أولوية ومسؤولية كل فرد مننا كما نرجو من المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر التأكد من اشتراطات وإجراءات الدول الراغبين الزيارتها والتقيد بها لتجنب أي تعقوبات أو مخالفات تطبق في هذه الدول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية كما نود التنويه على الفئة الراغبة بالسفر أو العودة إلى أرض الدولة بهمية إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة في توقيتاتها المعتمدة وذلك لتجنب الإصابة بالفيروس حفظ الله الإمارات قيادة وشعبا ورفع عنا البلاء والوباء ودام الجميع في صحة وخير وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة